احنا في يوم من الأيام وصلنا أنه صنعنا الحافلة، صنعنا الشحنة، صنعنا الآلات الأشغال العمومية، صنعنا كل شيء، ومن بعد كيلة حقنا الصيارة عجزونا، لكن اليوم من الأيام كان عندنا بيئة صناعية حقيقية، لما تكلم عن الصناعات مثلا الثقلة اللي كانت عند الجزائر، نفس الشيء لما اليوم تكلم مثلا على كوريا ولا أي دولة أخرى تصنع الصيارات، هذه رهي صناعة متكاملة، يعني ليس صناعة متداخلة، يعني تبدأ حتى من الانجينيري حتى نتوصل للصناع النهائي ولا للتركيب، وبالتال وال Solar إحنا لما تكلموا على صناعة الصيارات، ما نقدروش بالطريقة آلي الينا لمشي بهآ، انه نصنع الصيارات، زي الأمر الآخر.. لا يحدهم كل ما عاش في تكلم عن الصيارات وETHتى الواقود التقليدي، صحيح اليوم، التي كامرة هي تكلم مع الصيارات الكهربائية، وخاصها مع أسنط التاقة الي ما عايش في هذا الحال، التركيب الك 있다는SON والهيدروجي 1989 وبالتالي احنا كيفة احنا الناس راه يكملت الحكاية في سيارة الواقود التقليدي ونروحوا نحنا نرجعوا الناس راه يروحت وحنا نروحوا لحكاية المفروض هذا الميلف هذا يطوى نهائيا يعالج بطريقة تجارية يعني نتمنح حتى ميلف السيارة يكون عند وزارة التجارة لأنه اليوم احنا نتكلموا على الاستيراد ونتكلموا على التصدير ماناش نتكلموا على شيء اخ كيفاش مثلا اليوم ميلف السيارات يبقى عند وزارة الصناعة المفروض بزارة تجارة هي الي تكفل بهذا الميلف هي قضية شيراء وبيع يعني هو قضية تعروفات جمروكية وبالتالي نعتقد انه حكيت هذه الاسف يعني هذه حكي السيارة الي اخذت مننا الوقت كثير صحيح في العوض باش نهتموا يعني بأشياء كبيرة نهتموا بأستراتيج كبيرة نهتموا على الاقل خلق رؤية اقتصادية للأسف يلا حد اليوم معناش رؤية اقتصادية وش رأنا حابين هل حابين نمشيوا في إطارة تطوير الفلاحة هل نمشي حابين نطوير في إطارة صناعة هل نمشيوا في إطارة صياحة هل نمشيوا في إطارة صناعة تكنولوجية الحديثة يلا حد الان ما عندناش رؤية ما ناش وحنا ما زلنا نحكي وعلى السيارة هل ننصنا السيارة او لا ننصنا السيارة يعني شيء مؤسف حتى يعني صورة متكاملة اليوم لما نشوفوا صورة الاقتصاد الجزائري يعطيونا النظرة بتاعهم يسمعونا صوتهم ويقولنا كيفاش رهم يتصوروا في الاقتصاد الجزائري بعد خمس سنوات بعد عشر سنوات يلاحظ الان احنا مناش فاهمين لما نتكلموا رانا ما زلنا في اطار ردود فعل بالفعل عمنا استراتيجية ربما في قضية الاكتفاء الامن الغذائي في قضية الحبوب وهذا امر مهم جدا يعني هذا يحتاج بالفعل اهتمام كبير لكن في المقابل ورعت الرؤية الشاملة الرؤية الحقيقية ورهم المنظرين لنظر الحكومة على الرؤية الاقتصادية اللي رانا نظرك رانا حصلين فيها